محتار بتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق، طيب إيش رايك في عنوان واحد؟ موتورسوق، الأهدف والأكبر والأشفى موتورسوق، سيارتك واحتياجاتك بعد مرور أكثر من سبع سنوات على انطلاق الجيل الثالث من فورد فوكس حان الوقت الآن للكشف عن الموديل الجديد كلياً وقد اختارت فورد أن تتجاهل معرض نيويورك لهذا العام لتقوم بتدشين فوكس الجديدة خلال حدث خاص في العاشر من شهر إبريل الجاري واليوم سنزودكم بجميع المعلومات المتوفرة لدينا حول السيارة المنتظرة ونملك فكرة قوية حول الشكل الخارجي حيث أننا حصلنا على صور تجسسية حصرية للسيارة أثناء اختبارها في العام الماضي كما قامت فورد بنشر صور لنموذج أولي مغطى بتمويهات ملونة وإضافة إلى ذلك تم تسريب صورة للنسخة الإنتاجية في البرتغال ونلاحظ اختلاف التصميم بالكامل حيث يبدو أن السيارة ستستوحي بعض التفاصيل من شقيقتها فيستا مع خطوط أكثر إنسيابية وأضواء LED أمامية على شكل مطرقة وستبنى 2019 على نسخة معدلة من قاعدة عجلات سي كار والتي توفر مستوى مميز من الديناميكية الهوائية لكن التعديلات ستساهم بزيادة رحابة المقصورة وفي نفس الوقت تخفيض وزن السيارة ويأتي ذلك مع نظام دفع أمامي وناقل حركة يدوي أو آلي مزدوج الكلتش من 5 أو 6 سرعات بالنسبة للمحركات ستتوفر فوكس الجديدة بمحركات إيكوبوست تربو تتضمن محرك ثلاثي الاستوانات ساعة لتر واحد بقوة 123 حصان تقريبا مع محرك ربعي الاستوانات ساعة 1.5 لتر أما مقصورة فوكس 2019 فقد تكون كلمة السر في تحسين مبيعاتها فنظرا لانخفاض شعبية السيارات الصغيرة وتزايد الطلب على سيارات الـ SUV ستقوم الشركة الأمريكية بتحسين مستوى فخامة المقصورة لتستهدف فئة جديدة من العملاء وهذا ما أكدته الصور التجسسية الحصرية حيث يمكن رؤية أعلى الكونسول الأمامي المزود بمجموعة من الأزرار وفتحات التهوية يعلوها شاشة عرض جديدة كما ستتوفر مجموعة ضخمة من أنظمة السلامة مثل نظام منع الاستدام الأمامي ونظام التنبيه عند مرور المشاء إضافة إلى مكابح الطوارئ الآلية وقد كانت الخطة الأساسية لفورد هي إنتاج فوكس 2019 في مصانع فورد بدولة المكسيك إلا أن الضرائب التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبرت الشركة على تغيير خطتها حيث سيتم إنتاج فوكس بمدينة شانغان الصينية مما سيؤدي لتوفير حوالي مليار دولار من تكاليف الإنتاج أما طراز فوكس RS الرياضي فسيصل إلى الأسواق في عام 2020 وتشير مصادرنا أنه قد يعمل بمحرك هجين تصل قوته إلى أكثر من 400 حصان ستنطلق فورد فوكس 2019 في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري وسنزودكم بكامل تفاصيلها ومواصفاتها الرسمية عندما يتم الكشف عنها الأسبوع المقبل إن شاء الله حبا يبنى متابعي ومشاهدي قناة سعودي ووتو إذا أعجبكم المقطع دعمونا بشير لايك وسبسكرايب وإذا كان عندكم أي سؤال واستفسار اكتبوه لنا في خانة التعليقات وعشان يجيكم كل جديد لا تنسوا تفعيل زر الجرس وشكرا للمشاهدة